نعم معنا اتصال نرجع للاتصال أهلا وسهلا بك أستاذ شامير شاكر مرة أخرى مرحبا بك أستاذة مرحبا بك على إذاعة الجديد وكما قلنا أنت أستاذ مختص في اللهجة الأمازيغية بولاية وهران في اللهجة الأمازيغية اللغة الأمازيغية أستاذة نعم الفرق باللهجة واللغة نعم أستاذ اللغة الأمازيغية وفي منطقة تلمسان في تلمسان نعم نعم وبركة اللهجة الأمازيغية تعمل بني بوزيد أخر ناطقين باللغة الأمازيغية في الجهة الغربية نعم إن كان بالإمكان أشرحنا ما الفرق بين اللهجة واللغة الأمازيغية اللغة الأمازيغية مصطلح حتى في القرآن الكريم كلمة لهجة ولغة لا تنجد لا نجد كلمة لهجة ولغة نكون ألسينا عالمنا كلنا بنلأ ألسينا نعم كل رسان حديث آآ حقانيا أصله لغة كانت من قبله نعم احنا في اللغة الامازيغية عندنا لغة امازيغية معيارية. نعم نعم. معيارية وعندنا تنوعات سوحة في المناطق الجزائرية. نعم. اللغة الامازيغية لم تستفد بالامكانية اللازمة لتطويرها كلغة موحدة. نعم نعم. كيف. نعم. كيف يعني كيف نقول يعني كيف فنقول ان بالنسبة لي اللهجة يكون كاين هناك يعني من من يقول انها لهجة وليست لغة. كيف ترد على هذه الكلمات على هذه القول. اللهجة الناس اللي باي تقول لهجة استهزاء. انا ما فهمش كيف نقول انها لهجة. نعم. نعطيك مثال. نعم. اللغة الفرصية هل هي لهجة. لا لغة هي لغة. لغة. نعم. لكنها لهجة للغة اللاتينية كانت قبلها. نعم. لغة العربية هل هي لهجة. لا هي لغة. اكيد لغة. كانت لهجة للغة انسانية كانت قبلها. نعم. نعم. هو استاذنا فقط استاذ سيمير هي يعني المفهوم العام يعني اللي عند جميع الجزائريين انه انه الامازيغية لهجة. لذلك يعني هو مفهوم عام. انت انت شرحت لنا بالتفصيل يعني. تفنية خاطئة. نعم. اللهجة هي تنوع طبيعي ثقافي. اه جيهاوي للغة ما. نعم. اللغة الامازيغية كان اجدادنا استاذة كان يتكلموا بها كم شمال افريقية. بفاعل البعد والمساحة الجغرافية الكبيرة. كل واحد هو لا ينتقل اللي سنته. كل واحد تطور اللي سنته حسب حسب المتطلع بات المنطقة. نعم. 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 هو حقيقة يعني في هذا موضوع متوسع كثيرا استاذنا. وفي اختلاف كبير يعني على كل حال شكرا على هذا الشرح استاذ. ننتقل الى سؤال اخر. هو انه كيف ترى امكانية توسع اللغة الامازيغية في يعني في المناطق الجزائرية يعني من غير المناطق اللغة الامازيغية. الحل سهل. نعم. محول الامية والاعلام. نعم. احنا ما عنا النقص تالي. احنا اه الدولة الجزائرية قررت اللغة الامازيغية لغة رسمية على البلاد. وغير توصل لها الامكانية اللازمة خاصة في تكوين الاساتدة وتوفير الاساتدة في كل المناطق. نعم. لغة الجامعات الجزائرية عندها اه نسبة قليلة من الاساتدة اللي يتخرجهم. نعم. زيد الى ذلك المدرسة العلية للاساتدة. نعم. اه ريتوفر الاساتدة. نعم. باش نعموا لغة الامازيغية على كامل ولاية الوطن. حتنا جيش من الاساتدة. صحيح. صحيح صحيح. هذا على المستوى التعليم المشكلة ان الوزارة التربية لا لا توضح لكثير من الاساتدة. في طماطل نوعا ما في توظيف الاساتدة. او يمكن حتى استاذ انه ادراج اللغة الامازيغية جاء متاخر قليلا يعني. يمكن يرجع السبب لهذا الشيء يعني. نعم. خبث عشرين احنا رامو يوفروا رامو يوتفوا الاساتدة وهكا. اه استخيل غير في بلدية. بلدية طغيرة. تهى تلت مدارس. هم تلت مدارس تلت اساتدة يكونوا تم. نعم. 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 تخيلش كم مدرسة في الجزائر. الله نعم. 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 تبقى على الدولة الجزائرية. قضية زمن. قضية وقت. وقت. يعني كما نقوله. كما نقوله. واختلاف يعني في توفير يعني الاساتدة وتوفير. اللي. كما نقوله. لتعليم هاته. نعم. لأمازيغية. نعم. بما انك يعني انت يعني في اه اه منطقة نورمان ما تلمسان ولا وهرا. تلمسان. نعم. 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 بما انه كان في هذه المنطقة. هل هل الآن يعني اليوم. هي مناسبة يناير. هل وهي مناسبة فلاحية ليحتفلوا بها كل الجزائر بصفة عامة. وكما نقوله. والأمازيغ بصفة بصفة خاصة. ايضا هل انه هاته المنطقة يحتفلون بهاته المناسبة ام لا؟ المنطقة اللي غاني فيها يحتفلوا كامل كل انسان كامل يحتفل بالسنة الامازيعية. تثمية تثمية فقط لما كانت عارفين باللي هي السنة الامازيعية كان يحتفلوا بها كعادة. نعم نعم نعم. وكان عندهم في هنا في بنيفنوس مثلا عندهم مسرحية كما هي متدولة في مواقع الفيسبوك. مواقع التواصل الاجتماعي. بنيفنوس منطقة بنيفنوس او بلدية بنيفنوس عندهم عادة ايراد. ايراد وتعني الاسد. عندهم هذا العادة على شكلة مسرحية. يكون كون به الشبان المنطقة يلبسوا لباس حياته على اللباس. يبقى ستفل قرورية. نعم. ويمر عن البيوت ويجيبوا الصدقات ويضحكوا 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 ويغنوا معابض. اختفالا بدأ بالسنة الامازيعية. نعم نعم. هي عادة حمدة موجودة في كثير من المناطق. نعطيك مثال تعورجلان ورقلة. كان عندهم ببيانو. ببيانو كلمة راتينية ومعنتها بب السنة. نعم. بب السنة. نعم. ببيانو. ببيانو هادي. كانو الاقفال يتبعو الشيخ للقرية. في ورجلان. ويجمعوا الصدقات ويجمعوا شوية الحم شوية الطعام شوية غير الخيرات. وبعد يطيبوا هذك الفعام ويطيبوه بنتهم ويفطقوه على الفقارة. نعم. هاد العادة موجودة في كل مناطق. الامازيغية المناطقة بالامازيغية المناطقة بالامازيغية. نعم. هو حتى انو انا بحكم من منطقة عنابة استاذ. يعني انا يعني على حسب معرفتي انو حتى احنا نحتفلوا بهذا العام ونسميوها راس عام عربها كان. ليلة الحادي عشر ميجان في نقوم يعني بصهرة وبإقامة عشاء يعني بهذا المناسبة. ما يدل على ذلك ان المنطقة منطقة امازيغية عربت. عربت فقط. والله. والله في هذه استاذ يعني استاذ يعني ما نقدروش نجزم فيها. الا مع مختصين ومع يعني اشخاص يجزموا انو هاته المنطقة يعني امازيغية ام لا يعني. نعم. يعني. نعم. 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 انو فيها حول هذا المنظوع وهذه النقطة تحديدا في اختلاف كبير. اختلاف كبير. نعم. ومجزر يعني كبير. نعم. 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 انا بالنسبة كمختص في الميدان استاذة. نعم. نجنو قولك باللي. تقافيا وتقليديا والعادة والتقاليد ترمز بالامازيغية المنطقة. نعم. نعطيك هالنسان. اللسان الذي يستعملوه صحاب عالنابة. نعم. المثنة. من خصوصيات اللغة العربية. نعم. من خصوصيات اللغة العربية. المثنة نعم. هلك استطيعين ان تقولي بقراتين؟ بقراتين هكا بالدارجة قصدك. لا. لكن ليس قضية الدارجة. نعم. إذا كان سكان منطقة عالنابة عربا أطلا يجيبوا اللغة العربية كما هي. نعم. بما أنهم معربين عربوا لسانهم لكن لم يعربوا النحو. وطريقة الكلام وطريقة الفكرة. فكرة المحيفة تحرم. يقولوا جوج بقرات. نعم. نعم. لكي ماقولوا جوج ديار. جوج ديار. نعم. فقط... ما يكون دارين. نعم. على حسب المناطق. كم مناطق حنا نقولون عادي. يعني نقولون دارين. نقولون بقراتين. يعني عادي جدا ما يتختلف يعني من منطقة إلى منطقة. نعم. نعم. وهذا فعل تعليم. يوجد تعليم. يوجد نسبات متفوذة من التعليم. نعم. لكن الأصل يبقى أصل. نعم نعم نتكلموا بلغة الاناظرية بمعربة نعم نعم شكرا استاذ سامير وككلمة اخيرة بهذا المناسبة وهذا اليوم المميز واشتقلنا بهذا المناسبة ما عندي نحتفق ندعي لكم غير بالخير ان شاء الله شكرا تكون عليكم السنة تعيدة ان شاء الله ويكونوا كل جزائرين نلتحمين حول روية وطنية بين اساسها الاسلام يكونوا خاوة عليهم في الاسلام خاوة في الجزائرين انا تكفينا جزائريتنا انا مثلا ثانية على ان نحوص بعيد وحنا عنا وحد الثقافة والتقاليد وحد التوراة الله يباركي غيروا مننا فيه حتى المملكة المغربية جيرانا يسرقوا مننا هذه التوراة نعم نعم سرقوا مننا للباس سرقوا مننا لاغنية الرائعة اكيد نعم ولينا نجيبوا من برا نعم نعم الفراغ الموجود في المجال التقاطي نعم شكرا لك استاذ سمير شاكر المهتم استاذ في الامازيغية شكرا انك كنت معانا عبر الهاتف وحكيت لنا على بعض العادات والتقاليد وحكيت لنا على التوسع يعني الامازيغي اكثر نعم 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 نعم